كوكو شانيل شركة الأزياء الأشهر في العالم ما هي قصتها؟ هيا لنبدأ جابريل بونور شانيل هي مصممة أزياء فرنسية وسيدة أعمال وهي مؤسسة العلامة التجارية شانيل وكان لها الفضل في عصر ما بعد الحرب العالمية الأولى ترويج للأناقة الرياضية غير الرسمية معيار أنثوي للأناقة هي مصممة الأزياء الوحيدة التي جاءت ضمن قائمة مجلة الطايم لأهم مئة شخصية في القرن لم يقتصر تأثير شانيل صممة الأزياء ذات الإنتاج الغزير على تصميم الملابس فقد انفردت بتصميمات مميزة في المجوهرات والحقائب والعطور فعطرها الخاص شانيل رقم 5 أصبح منتج مميز صممت شانيل بنفسها رمز حرفي CC المتداخلين المشهور والذي بدأ استخدامه منذ عشرينات القرن العشرين في نهاية عام 2014 نشرت وكالة الاستخبارات الفرنسية وثائق تؤكد دور كوكو شانيل في التعاون مع ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية فكانت تعمل جاسوسة لحسابهم وكانت متورطة بشكل مباشر في خطة الرايخ الثالث للسيطرة على المدريد وتصف تلك الوثائق شانيل بأنها عميلة لاستخبارات العسكرية الألمانية زارت شانيل مدريد عام 1943 لإقناع السفير البريطاني في إسبانيا سامويل هور صديق وينستون تشرشيل احتمالية استسلام الألمان بما أن موازين الحرب كانت تميل لنصر الحلفاء كانت عملية موضي الهات من أبرز المهام التي شاركت فيها شانيل وكانت مهمتها تتمحور في كونها رسول من مخابرات هتلر إلى تشرشيل لإتبات محاولات الرايخ الثالث بالتواصل إلى سلام مع الحلفاء بعد تحرير فرنسا تهمت بالتعاون مع الألمان وطردت من فرنسا ولم تعتقل بسبب تدخل رئيس وزراء بريطانيا وينستون